اشتركوا في القناة وصولا إلى التميز في تقديمها بما يعزز من ثقة المواطن في كل خدمة تقدم من الجهات الحكومية مثمنا سموه كافة الجهود التي تسعى لتحقيق التطلعات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقال سموه إن المواطن هو الثروة الحقيقية التي نسعى دوما للاستثمار فيه وأخلق الفرص النوعية أمامه خلال العرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 أعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على رعايته الكريمة للملتقى الحكومي وقد تناول سموه خلال العرض الذي قدمه أهم الإنجازات التي تحققت طوال الفترة الماضية في العديد من المجالات وأهم المشاريع الاستراتيجية التي يتم العمل عليها إلى جانب التحديات المختلفة وكيفية تحويلها إلى فرص مستقبلية يتم استثمارها لصالح الوطن والمواطن إلى جانب استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية كما قام سموه بإصدار عدد من التوجهات حول بعض القطاعات والبرامج بهدف زيادة وطيرة التقدم فيها بما ينعكس على تحقيق المزيد من المنجزات التنموية للماملكة وأبنائها وفي بداية العرض رحب سموه بكافة الحضور من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار الذين يجتمعون تحت سقف واحد في الملتقى الحكومي 2019 كما تقدم بشكر والعرفان إلى كافة منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية على ما يقومون به من أدوار جليلة مستذكرا التضحيات التي قدموها للدفاع عن سيادة الوطن وترسيخ الأمن والاستقرار الذي هو أساس التنمية والازدهار وذلك بالتزامن مع مرور مئة عام على تأسيس الشرطة في مملكة البحرين وقال سموه إنه بفضل من الله ثم حكمت حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت استطاعت المملكة الحفاظ على الاستقرار والتي جاءت أيضا نتيجة برنامج التوازن المالي الذي وضعه فريق وطني بحريني وهو محل فخر واعتزاز من الجميع موري بن سموه عن تقديره للأشقاء على هذه الوقفة التي تؤكد على عمق العلاقة التي تربط البحرين بهم أمنيا واقتصاديا وشكره لفريق البحرين في السلطة التنفيذية والتشرعية والمؤسسات الأهلية في القطاعين العام والخاص على إسهاماتهم الوطنية بروح الفريق الواحد وللجهود التي قام بها الفريق القائم على تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي والتي هي محل تقدير لما كان لها من أثر كبير ماربا عن شكره وتقديره لهم على ما يقدمونه من أدوار متميزة من أجل خدمة وطنهم وأكد سموه بأن الوضع المالي اليوم أكثر استقرارا مقارنة بالعام الماضي وكل ما يلزمنا هو تجديد العزم نحو تحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي وهو نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 مشيرا سموه إلى أن الإحصائيات الأولية للبرنامج التي تم تحقيقها حتى اليوم تعزز ثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن حيث بيّنت الإحصائيات خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنصف الأول من عام 2018 إنه تم خفض مستوى العجز بنسبة 38% وزادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47% والإيرادات النفطية بنسبة 10% في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة 14% مؤكدا سموه بأن المملكة استطاعت تحقيق مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في العشر سنوات الأخيرة حيث نمى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50% في الفترة بين 2008 و2018 وهي نسبة تبعث على الارتياح وتؤكد ما يتمتع به الاقتصاد من قاعدة صلبة يقف عليها وشدد سموه على الاهتمام والحرص الذي تليه المملكة لخلق الفرص النوعية أمام المواطنين في مختلف المجالات منوها في هذا الصدد بالبرنامج الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بهدف خلق فرص عمل واعدة للمواطنين وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في عملية التنمية والذي نتج عنه منذ تجشينه وحتى اليوم توظيف خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية عشر بحريني وارتفاع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة أربعة فاصل ثلاثة بالمئة منذ بداية العام الجاري إلى جانب المشاركة الفاعلة من ثلاثة آلاف واثنتين وثمانين شركة في هذا البرنامج بتوفيرها الشواغر الوظيفية لأبناء البحرين الباحثين عن عمل مؤكدا أن العمل مستمر لمواصلة خلق الفرص النوعية مقدم سموه الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة على عملهم بروح الفريق الواحد من أجل أبناء البحرين والسعي المستمر لإنجاح البرنامج الوطني للتوظيف وأكد سموه أن العمل مستمر على تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية كبرى ففي مجال الخدمات الإسكانية قمنا خلال الملتقى الحكومي العام الماضي بالإعلان عن 20 ألف ومئتي وحدة سكنية تم الوصول إليها ووجهنا باستكمال الوحدات الإسكانية بهدف الوصول إلى 25 ألف وحدة سكنية للإيفاء بالتزام الحكومة ببرنامجها بتوفير هذا العدد وتم الانتهاء منها في الوقت المحدد وقدم سموه الشكر لوزارة الإسكان لاستطاعتهم تعزيز طقة المواطن في قدرتنا على التنفيذ من خلال افتتاح مدينة خليفة ومدينة سلمان ومدينة شرق الحد وقد وجه سموه كافة الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في استكمال خدمات البنية التحتية لهذه المدن مشيرا إلى أنه تم تسليم أكثر من 6000 مفتاح ووحدة سكنية للمواطنين خلال هذا العام ووجه سموه بالبدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة الذي سيوفر أكثر من 3000 وحدة سكنية كما وجه إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وليس فقط في التمويل للأهمية التي تكتسبها مشاركته في ذلك تعزيزا للتنفسية وتسريعا للإنجاز وفي القطاع الصحي نوه سموه بأنه تم البدء في تنفيذ قانون الضمان الصحي بعد إصداره بمشاركة السلطة التشريعية من خلال إنشاء صندوق الضمان الصحي في العام 2018 صحتي وتعين المجلس المشرف عليه كما تم إطلاق مشروع الإسعاف الوطني الذي حسن من سرعة استجابة الإسعاف في الحالات الطارئة عبر زيادة مواقعها حيث كانت في السابق ثلاثة مواقع فقط واليوم وصل عددها إلى ثمانية مواقع وسيصل إلى ثلاثة عشر موقعا عند استكمال المشروع ووجه سموه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها الحثيثة في سعيها لنجاح هذا المشروع الحيوي وعلن سموه عن إطلاق مشروع الجنيوم الوطني بهدف جمع خمسين ألف عينة خلال خمس سنوات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة وذلك بهدف تحسين الجودة والاستمرار في تبني التقنيات الحديثة في الصحة والتي ستساعد على التشخيص ووضع الحلول المبتكرة للمواطنين وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء خلال العرض الذي قدمه في الملتقى الحكومي بأن العمل جار على استكمال البنية التحتية الداعمة للاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى والتي منها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي والذي تم الإعلان عن قرب افتتاحه في الملتقى الحكومي السابق وتم تمديد عمليات التشغيل التجريبي للتأكد من إجراءات السلامة ومن أن جميع الخدمات في المستوى المطلوب وكشف سموه بأن الهدف هو افتتاح توسعة مطار البحرين الدولي في الربع الأول من العام 2020 مقدما سموه الشكر للفريق القائم على هذا المشروع الاستراتيجي وقال سموه إنه تم البدء في تنفيذ أكبر مشروع في تاريخ البحرين وهو توسعة مصفات بابكو الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمصفاء مشيرا إلى أن العمل مستمر لتطوير حقل خليج البحرين وقدم سموه الشكر لوزارة النفط على جهودها في تنفيذ المشاريع الحيوية في قطاع النفط والغاز كما أعلن سموه عن قرب افتتاح خط الصهر السادس لشركة ألبا الشهر المقبل ليصبح أكبر مصهر ألمنيوم في العالم وذلك مواصلة لتعزيز تنافسية مملكة البحرين عالميا في هذا القطاع الحيوي وأشار سموه إلى ما ساهمت به المشاريع التنموية تحت مضلة برنامج التنمية الخليجي في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية عبر تطوير مشاريع لخدمة الواطن في قطاعات الإسكان والكهرباء والماء والطرق والبنية التحتية مستعرضا سموه أهم إنجازات مشاريع التنمية بالمجالات المختلفة ففي الإسكان تم إنشاء وحدات شرق الحد ومدينة خليفة ومدينة سلمان ودفان مدينة شرق سترة وفي الطريق تم العمل على حزمة من مشاريع تطوير الطرق الرئيسية أما في الكهرباء والماء فقد تم إنشاء محطات رئيسية والعمل على توسعة شبكة النقل الوطنية في حين تم في التعليم افتتاح ست مدارس منوها بأنه من خلال هذه المشاريع سيتم ضخ خمسة مليارات دولار في الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة وتحدث سموه عن الإجراءات والبرامج المختلفة التي تم تدشينها وتحديثها بهدف تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين وتقديم خدمة حكومية بجودة أفضل لتطوير البيئة الاستثمارية حيث أشار سموه إلى متابعته المستمرة لهذا القطاع الحيوي والطلاعه على التحديات التي يواجهها المستثمر وذلك لاهتمامه بتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمة الحكومية المقدمة لهم حيث تم إطلاق نظام سجلات اثنين لتسريع عملية إصدار سجلات التجارية في وقت قياسي لا يتجاوز ثلاثا وتسعين ثانية وجرى العمل على مواصلة تطوير نظام سجلات ونشكر وزارة صناعة وتجارة والسياحة على ما يقومون به من جهود في ذلك كما تم تدشن نظام بنايات العام الماضي والذي يهدف لتسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى خمسة أيام ولكن بيّنت الأرقام أن معدل إصدار رخص البناء وصل إلى يومين تقريبا متجاوزا الهدف المحدد منوها سموه إلى أن هذه المشاريع زادت من تنافسية مملكة البحرين عالميا مشيرا إلى تطلعه لاستمرار تحسين الخدمات الحكومية بنفس المنهجية معربا سموه عن شكره للجنة الوزرية للبنية التحتية ووزارة الأشغال والحكومة الإلكترونية وكافة الجهات المعنية بنجاح نظام بنايات على ما بذلوه من جهود تكاملية هدفها تقديم الخدمة الحكومية بالجودة والسرعة المطلوبة كما وجه سموه إلى تطوير إجراءات وخدمات التخطيط العمراني خلال عام واحد والإسراع في توسيع نطاق التوثيق الخاص ليشمل القطاع العقاري معربا عن شكره لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على ما يقومون به في مشروع الموثق الخاص وشدد سمو ولي العهد على أن التحديات التي تواجهنا يجب أن يتم التعامل معها فورا من خلال دراستها والعمل على تحويلها إلى فرص نجاح مؤكدا أهمية المحافظة على ثقة المواطن في أي خدمة تقدمها الحكومة وقد وجه سموه بالبدء الفوري في استحداث نظام جديد لفواتير الكهرباء والماء والإسراع في تركيب العددات الذكية وتطرق سموه إلى التحديات في القطاع الخاص حيث نوه بأنه على الرغم من المبادرات والخطط والبرامج التي تقوم بها المملكة إلا أن الاقتصاد الوطني يظل مرتبطا بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وسيتم الآن التركيز على دعم بعض القطاعات الاقتصادية للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحويلها إلى فرص حيوية وقد كلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة صناعة وتجارة وسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل تمكين والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات مواربا عن شكره لوزارة المالية وكافة العاملين بها على جهودهم ومتمنيا لهم التوفيق وقال سموه حفظه الله علينا الاستمرار في دعم الإبداع والتميز حيث أطلقنا خلال العام الماضي مسابقة فكرة اعتزازا مننا بالكوادر الوطنية وتم تقديم 565 مبادرة والتي أثمرت عن فوز أربعة أفكار تم تبنيها لتطبيقها على أرض الواقع وهي برنامج ضيافة والمنصة الوطنية للتطوع والنظام الوطني للمواعيد وسياسة العمل من المنزل والتي بدأ العمل على تنفيذ هذه الأفكار وقد أعلن صاحب سمو الملكي ولي العهد عن فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات في النسخة الثانية من برنامج فكرة ابتداء من اليوم وأشار سموه إلى أن تطوير فريق العمل الحكومي هي أحدى الأولويات التي نسعى دوما لتحقيقها للوصول إلى التمييز في الأداء بما يرفض التطلعات المنشودة مشيرا إلى أنه وبمتابعة من مجلس الخدمة المدنية تم الانتهاء من إعادة هيكلة 27 جهة حكومية من أصل 56 جهة حكومية حتى اليوم بهدف تطوير العمل الحكومي مقدما الشكر لديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الحكومية على ما بذلوه من جهود في هذا المجال وتهدف إعادة الهيكلة إلى إدخال عنصر الشباب في القطاع العام وفتح المجال أمام الكفاءات منهم للإسهام في تحقيق الإنجازات التنموية للمملكة إلى جانب تبني التقنيات الحديثة التي تعزز من الأداء الحكومي وتعزز المحاسبة وقال سموه إن جودة الخدمة الحكومية تعتمد على التحسينات التي يتم إجراؤها بناء على المقترحات والشكاوة التي تستلمها الجهات الحكومية ففي السنوات السابقة بلغ عدد الجهات الحكومية الملتزمة بمستوى الخدمة المتفق عليها بنسبة 100% ثلاثة جهات في حين وصلت اليوم 16 جهة تم تكريمها ضمن الملتقى الحكومي 2019 وهذا العدد هو فخر للجميع على ما يبدونه من حرص من تقديم الخدمة الحكومية للمواطن بجودة وكفاءة عالية واختتم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن استعراض إنجازاتنا لا يعني التوقف عندها بل نجدد ثقتنا بعملنا ونزيد من عزيمتنا وشدد بأنه علينا العمل بجد كل يوم ونبني على منجزاتنا بعزيمة ونؤمن دائما أنه لا يوجد حد للتميز في الخدمة الحكومية وقال سموه إن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ثقة بكافة الجهود والبرامج والمبادرات التي يتم تقديمها من مختلف الجهات الحكومية بكفاءة وفعالية وتجديد العزم على المضي قدما نحو تقديم الخدمة الحكومية بجودة عالية بتكاتف جميع أعضاء فريق البحرين الواحد لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة مؤكدا لكافة المسؤولين المتواجدين في الملتقى الحكومي على أهمية وضع شعار حب التحدي وعشق الإنجاز نصب أعيونهم لتحقيق كافة التطلعات المنشودة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة